موسيقى 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 أهلا بحضراتكم من جديد انطلاقة الدوري مخاوف وملامح الملامح أعتقد زهرة عندك 18 فرقة كل فرق لعب مباراتين تقريبا بدأت الأمور تتضح بدأت الصورة الأولية عن كل فرقة تبان عن عند الناس حتى لو كان بشيء من التحفظ لأنه فريق يلعب 180 دي ده ما يعبرش بشكل كامل عن مستواه ولا فرصه في الموسم عاما لكن على الأقل تؤشر إلى ملامح البداية ممكن تبقى رايحة الفين بالنسبة للأهل حامل اللقب حامل أختام البطولة صاحب الأرقام الخياسية في البطولة كلها عنده هذه الرغبة الدائمة في الحفاظ على بطولة الدوري الأهل بطل الدوري تقريبا ده عبارة زي صنعة في مصر ما اعتقدش أبدا أنه الزهنية المصرية حوت عبارات سابتة وراسخة رياضيا أكتر من العبارة اللي فيها ثلاث كلمات الأهل بطل الدوري ارجعوا لكل سجلات الصحف والكل التاريخ هتلاقوا مع نهاية الموسم بهذه النسبة الأهل بطل الدوري أربعين بطولة لما يكون البطل واخد هذا اللقب في هذه البطولة المفضلة وهي الأعرق عربيا وقريا أكتر من ضعف كل ما حصل عليه منافسوه يبقى الفارق واضح جدا لصالح هذا البطل هذا الموسم هناك مخاوف لا شك تحتاج إلى مزيد من التركيز بالتأكيد جماهير الأهل مؤكد محتاجة تضافر كل الجهود شرط خليني أسأل المهندس عدلي هذه الانطلاقة لحامل اللقب شايفها زي أولا انطلاقة كانت محفوفة بمخاوف جمدة جدا الأهل حيلاعب ثاني وثالث الدوري في أول أسبوعين مش ممكن الأول والثاني والثالث يلتقوا في أول أسبوعين بداية مرعبة في ظل موسم غامض مليء بالتدعمات مليء بالقوة الوافدة نادي جديد يحشوا الترسانة من اللعيبة ومنهم أربعة جانب من نعرفش عنهم حيث غيرهم مصنفين نادي زمالك عامل مركاته عالي جدا مغير تقريبا سبعين في المئة من جلده كل ده ساعة انطلاق الدوري الزهنية قبل انطلاق الدوري شيء وساعة انطلاق الدوري توضح في نقطة تانية عايز أقولها وأيضا أجواء محفوفة بالتوتر والترقب قبل انطلاق الدوري الزبوع الأولاني عكس كل هذه المعاني تعادل الآلي مع الإسماعيلي تعادل زمالك مع بيتروجيد فاز بيراميد واحد صفر في الثواني الأخيرة على على امبي المصري كسبان الأسبوع التاني الأجواء هديت شوية الاحتدام قال لحبة المستوى ارتفع شوية من كل الفرق ظهرت القوة الكامنة اللي احنا مش وضعينها في اعتبارنا قوي بمظهر لا يتعامل حسابه مصري الاتحاد زهر كويس بعدين جث له كابوت الزمالك النهاردة بيستفق منها المقاولين العرب كل الفرق حتى الفرق اللي ما خدتش يعني النهار ده حرس الحدود لما تتفرج على المطشات بتوعه لا فرقة كويسة ايه في سي مصر او المستقبل النجوم المستقبل النجوم اللي بقى اسمه نجوم نجوم المستقبل لا عام المطشات كويسة اه الحقيقة الدور السنة دي صعب جدا 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 ولا تستطيع ان تتكهن غير ان برضو الاهلي قدر يصدر شيء من الطمأنينة من خلال نتيجه في افريقيا ثم تعادله مع اسماعيلي الذي كان البعض يرى انه حنقش ده حق بالفوز ثم الفوز على المصري اثنين صفر طبعا بدأ ناس في روعيها يتبدل بعض القلق يعني لكن ما زال ما زال يا سيد ابراهيم الموسم غامض لكن الظواهر اللي انا خايت منها المخاوف بقى المخاوف المخاوف في الاجواء العامة والتراشق والتأثير عليها والتأثير على المناخ العام وده عايز عايز يعني درجة عالية من ضبط النفس وده مسؤولية القيادات بقى واعلامها ان يا جماعة لقى عندنا مسؤولية الجاه جا ماهيرنا تسخين الامور كده قد يقودنا الى امور ما احناش عايزينا كلنا وده اللي الاهل الحقيقة بيعمله وبيدفع ثمنه بيدفع ثمنه وان الناس عمالة بتهاجمك ما تقول ما تتكلم ما ترد ما تعمل لا في مسؤولية اعمق من الكلام ده صحيح وبنكتفي ان الاهل بيرد بعمله وبانجازاته وبمجوده في ارض الملع طيب نقطة اللي مخاوف الناس جدا التحكيم الاحداث الواضحة اللي فيها اه اختلاف على قرار الحكم لا متعددة المعيار الذي يستند اليه التحكيم حتى في المباراة الوحدة مش ثابت وحنشوف دلوقتي اجوان احتسبت وجوان اتلغت لتنين كربونة من بعضها هتشوف ضربات جزاء احتسبت وافضح منها واوضح منها لم تحتسب هتشوف حالات طرد تستغرب له وحالات اخرى تم تجاهلها انا مقصودش في مباراة محددة ده في كل المباراة هتجد تقريبا الظاهرة دي عدم رضا عن التحكيم مش عايزين نضغط على التحكيم برضو في بداية الموسم عايزين نديله فرص بس كمان هو يدينا فرص يدينا فرص ان وحيدوا المعيار حتى لو غلط ما نشوفش حاجة هنا بتتحسب وحاجة هنا ما بتتحسبش بنفس المستوى حالات من هنا التوتر برا طرد المدربين طرد للعيبة فانا ارجو ان الموسم نهدى شوية اعتقد ان خلال اسبوعين تلاتة دينيا هتتفرز حبة الامور هتهدى اكتر نقل الكلامنا كلنا حبة ونشتغل كلنا واهلا بالمنافسة الشريفة مع الجميع اهلا بالمنافسة الشريفة مع الجميع واهلا بالتحاد الكرة الذي يجب ان يكون للجميع دول الجملتين اللي فيهم الخلاصة رقم واحد اهلا بالمنافسة الشريفة مع الجميع الاهلي دائما وابدا بيسعده وبيسعد جمهوره انه ياخد البطولة قدام فرق وقفة على رجليها فكرة ان الاهلي يبقى على مسافة بعيدة جدا من اعرب منافسيه اه بيحقق البطولة بس ما بيسعدش الجمهور قوي ما بيحسسش الجمهور بزهوه وبقيمة البطولة وبطعم الانتصار يعني انت لازم نتوتر ونمشي على تراضي لا مش نتوتر انا بقى مبسوط مش نتوتر ولكن اكسبك وانت وقف على رجليك يسعدني اكتر يسعدني اكتر لكنه هو ده اختبار القوة وده الشعور بحلاوة وقيمة الانتصار صحيح انا يعني كان النهاردة حد بيناقشت في جزئية ان الاهلي كتير لما بياخدوا البطولة مش عشان هو كويس عشان بقيت الفرق وحشة في حاجة كلام كده طب وليه القالي يعمل ايه عشان يخلي التانين مش وحشين مين قالي الكلام ده يعني يعني السيد إبراهيم نبي الكلام ده وعيجي يقول لك اصل الكابتن صالح قال لا عور فوص العميان ملك هو قالها قياسا على ايه المستوى لا مش المستوى قياسا على المقارنة مع المستوى الدولي اللي هو شايفه احنا مستوانا كرويان لا يرقى ايه للمستويات القوة الكبرى الكروية الاهلي والاقرب الى التنظيم والاقرب الى ان يكون فهو اعتبر اعور ماش اعمى لكن مش مش نتيجة ان الدوري ضعيف لا او ان المنافس ضعيف بدليل ان ما هو انت بتفقد بطولة الكاس في نفس الموسم وبتفقد قبلها بطولة الصوفر وقدم نفس الفرق وقدم نفس الفرق وبتخسر من فرق ما انتش متاقعة تخسر منه لا الدوري السنفات كان ممتع والله كان ممتع جدا صحيح والسنة دي المؤشرات كويسة السنة دي السنة دي المستويات بتعطي تفرج على الفرق انا انا كن ممكن مش متاقق انا اتفرج على ودي دجلة وللاخر المشوار وعلى ام بي وعلى بيتروجت يعني انا تقول عمري ما يشدنش غير الايه ان انا بعواطفي مع الاهلي فبعود اتفرج واخد بالك على الفرق الاهلي ولي بتنفسه وانا بقول بتفرج بتفرج بعض الماتش لكن اللي بتفرج ساعة الماتش على هوى والله على الفرق دي كلها اه ببقى مستمتع شاك كرة حلوة كلنا عاملة فرق كويسة المؤولين العرب عامل فرق حلوة فرق كتير ما شفتش فرق وحشة اه تصدق ما شفتش فرق وحشة صحيح صحيح فيه شغل وفيه ناس اتتمت واشتغلت على نفسها جامل جدا اه زموحة عاملة فرق كويسة اه فيه تغير اجو حد كان يتوقع جونة بالمستوى ده راجع يعني فيه اداء التوفيق في النتيجة ده هو بقى الموضوع التاني التوفيق في التحكيم اه فيه كلام اه خشلنا بقى في التفاصيل شوية عشان نقدر ندلل على اذا 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 اذا